السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عالم جديد في كورس سي ام اي بارت وان بيكملين مع بعض ان شاء الله محاضرات حل الاسئلة وهنبدأ النهاردة ان شاء الله في اول محاضرة اسئلة في بارت البوجت بارت البوجت من الاجزاء السهلة اللي عندنا اللي ما فيهاش اي مشاكل معقدة وعليه عشرين في المية من امتحانك ودي حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها واحنا شغالين في اسئلة بارت البوجت هنبدأ النهاردة في اول ساب يونت الخاصة بالفوركاستنج تكنيك وتحديدا ساب يونت وان موضوع من المواضيع السهلة اللي بتخليك تفوركاست اي او اي حاجة متغيرة عندك بمعلومية حاجة تانية عشان كده بيبع عندنا حاجة اسمها واندبينداند فاريبل لو انت قلت لي ايه هو هيتغير بك ما قدر اقول لك هيشد ورا الديبينداند فاريبل بايه في حاجة اسمها اللي هي وكلام بسيط ما فوش اي مشكلة خالص هنبدأ في دلوقتي عايزك تركز معا في اهم حاجة وهي وانا بقرأ السؤال حركة تعرف السؤال عايز ايه بالزبط علشان تقدر تجاوب من اول مرة صحة اتفقنا? يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. عندنا اهو السؤال الاول سؤال الاول بيقول مجتمع متحضر او مدينة يعني او في مدينة كبيرة بتبدأ تشتغل على الفوركاست بتاع السيلز للسنة اللي جاية جايب بقى داتا لحكتين ايه هم الحكتين بوث ايه بقى هم يعني جايب الداتا بتاعت الشركة والداتا بتاعت الصناعة او المجال اللي هو شغل فيه اصلا اس والاس بالاضافة الى ايها بوث زيوزد اند نيو اوتوموبيل سيلز انزا كوميونيتي فور زراست تين ييرز يعني جايب المبيعات بتاعت الاوتوموبيز او العربيات الايه اليوزد والنيو العربات القديمة والعربات الجديدة في نفس الكميونيتي او في نفس المدينة اللي هو عايش فيها لاخر عشر سنين كويس يعني هو دلوقتي عنده مبيعات الشركة بتاعته في الفترة اللي فاتل زائد مبيعات المجال اللي هو فيه او السوق بتاعه وجايب كمان مبيعات العربيات الجديدة والعربات المستعملة كل الكلام ده الاخر عشر سنين بيقولك اهو لو الشركة عايزة تحدد يعني مبيعات قطع الغيار بتاعتها هل معتمدة على مبيعات الصناعة بتاعت قطع غير السيارات او معتمدة على زا كان بني شود انبلوي الشركة المفروض تطبق ايه هي دلوقتي عايزة تشوف مبيعاتها مبيعات السوق بتاعتها غير السيارات ولا مبيعات السوق السيارات الجديدة والمستعملة في الحالة دي لازم تستعمل القصة بتاعت معامل الارتباط ومعادر الانحضار علشان تبدأ تقولك هل انا مرتبط ان لما عربية جديدة تتباع انا كمان هبيع قطع الغيار ولا لا ولا مرتبط ان سوق قطع الغيار لما يشتغل كويس انا كمان هشتغل معا يبقى في الحالة دي لازم تطبق التكنيك بتاع يبقى هنختار على طول اجابة رقم بيه نروح للسؤال اللي بعده سؤال رقم اتنين في سؤال رقم اتنين بيقول تاني كده بالراحة الشركة بتجمع او اكملات بتاعت اخر اربعة وشتين شهر او اخر سنتين علشان تعرف عشان تحدد هل فيه متغير مستقل بيأثر في ايه عشان عايزة تعرف مصاريف الشحن بتاعته فبتدور ايه اللي بيحرك مصاريف الشحن عندي هل اللي بيحرك مصاريف الشحن ان انا بيعمى بيعات جديدة ولا ان انا امشي مسافات طويلة ولا ايه فبيقولك زير بيسبول اندبينداند فاريبول الاندبينداند فاريبول اللي هو متغير المستقل اللي هيحرك مصاريف الشحن ده في شوية بيسبولز او اقتراحات معينة او حاجات معينة مطروحة ايه بقى باكيج شبد الشحنات اللي انا باشحنها المسافات اللي انا بمشيها علشان اشحن اللي هو الرطل اللي هو وزن الشحن يعني فهل هو عدد الشحنات مثلا ولا المسافة اللي انا بمشيها علشان اشحن ولا وزن الشحن نفسها المهم ما هو بقى التكنيك وبشرط يكون ايه يعني معتمد على حاجات رقمية عشان نحدد ايه من الاندبينداند فاريبول دي ايه من الاندبينداند فاريبول دول اللي هو عدد الشحنات المشحونة ولا المايلز المسافة اللي مشوها ولا ايه من دول هيكون مؤسر وقوي يخليك تعمل ايه يبقى في الحالة دي فورا لازم حضرتك تبدأ تشتغل بال ايه باللينال ريجريشن اللي هو ريجريشن اللي احنا شفناه اللي هو ان انت تعمل رسم بياني وتبدأ في الشكل او الجراف اللي هتفسمه بتحط على محور واي والاندبينداند فاريبول على محور ايه اكس ونشوف لما ده يتحرك ده هيشد معك ازاي وهكذا فيبين لك هل في علاقة بين الاثنين ولا لا يبقى في الحالة دي انا هستعمل الايه اللي بقى اللي بقى اللي بقى الصحيح هنا اجابة رقم سي نروح لسؤال رقم ثلاثة بيقول ايه فاكرين الايكوشن دي هي واي بتساوي ايه بلاس بي اكس مالهبا زلاتر بي اس بست ديسكرايب ديسكرايب دي از ركز معي تاني بقى واي ده ايه الديبيندنت او المتغير التابع وايكس ده المتغير الايه المستقل يعني لما اكس ده يتحرك مع نفسه هيشد واي وراه طيب ايه اي دي اي دي الجزء الفيكسد اللي انا هقدر حققه من واي بدون اي حاجه من ايه من اكس يعني تخيل كده ان اكس ده صفر اصلا فهتلاقي الاتين دول صفر واي هنا هتبقى ايه فبنقول عليها التقاطع اللي بيتم مع محور واي او بنقول عليها الايه الفيكسد كوست او الفيكسد بورشن من العلاقة مع بين الاتنين بي بنقول عليها الاسلوب او الميل بتاع الخط المستقيم او بمعنى اصح الفاريابول كوست باليونت اوف اكس يعني كل ما تزود يونت اوف اكس تضربها في الفاريابول كوست بتاعتها وبعدين تجمع لها جزء السابت يطلع لك ويبتتكلم في ايه ماشي هو دلوقتي عايز يقول لك ايه بي دي بي دي انا قلت لك هي الايه ها المتغير المستقل صح او يعتبر الجزء الفاريابول بورشن اللي هيتغير بتغير اكس اما ايه دي الجزء الايه الفيكسد تعالا كده ندور على بي هنا معناها ايه هل هي الانديبندندي غير 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 نروح لسؤال الرقم اربعة نشوف بيقول ايه. The coefficient of correlation that indicate اللي بيبقى مؤشر the weakest liner association اضعف علاقة خطية between the two variables. خليني بس كده افكرك الاول ايه هو ال coefficient of correlation او ال correlation coefficient هو معامل الارتباط كان رمز R كان بيدل على قوة العلاقة ما بين two variables وهل هي علاقة direct طردية ولا inverse عكسية وكانت قيمته بتتراوح من positive one الى minus one كل ما تقرب ناحية ال one سواء positive او negative فنقول عليها ايه perfect قالت شوية نقول strong وهكزا وحتت بقى ان هي positive او negative فدي بتدول هي direct ولا inverse كويس كل ما تقرب من zero كل ما العلاقة ايه تضعف سواء بتقرب من zero من ناحية negative او من ناحية ال a positive كويس كده فهو هنا عايز ايه عايز the weakest الاضعف يبقى تقرب من zero على قد ايه ما تقدر بص هنا zero point seven دي قوية لان هي مقربة من zero zero point one دي بعيدة قوي ماشي zero point one two خلي بالك دي one one دي one two يبقى اذا سي اقوى من بي بغض النظر بقى ان انا بتكلمش على الاشوارة دلوقتي ماليش دعوة بالاشوارة انا بتكلم عن مدى قربها من الصفر one one دي بتقرب من الصفر انما one two بعدت عن الصفر شوية طيب سري اكيد اعلى منهم كلهم يبقى اذا اضعف واحدة فيهم هي بي ليه بي اولا ما لكش دعوة بالاشوارة ما لكش دعوة بان هي negative ولا positive ولا الكلام ده انا بتكلم دلوقتي في مدى الاقتراب من الصفر مين اقرب واحدة من الصفر هي اقرب واحدة من الصفر هي ايه one one يبقى اذا اللي اجابة الصحيحة اجابة رقم b ودي the weakest او الايه الاضعف يبقى اجابة رقم b اجابة صحيحة سوارة رقم خمسة بيقول ايه في سوارة رقم خمسة بيقول correlation is a term ال correlation او الارتباط ده مصطلح frequently used بيستخدم غالبا او استخدم شكل متكرر in conjunction with regression بالتزامن مع الايه مع ال regression analysis ليه لان احنا قلنا ال correlation هو اساس اي علاقة بين two variables لازم يكون فيه الافتباط ما بين two variables عشان يبقى فيه علاقة ما بينهم وما تقدرش تعمل regression between two variables الا لما يكون فيه بينهم correlation اصلا صح ماشي ايه تاني and correlation دوت بقى is a measured by the value of coefficient of correlation r وبنقيسه بحاجه اسمها الر اللي هي بتتراوح ما بين minus 1 و positive 1 زي ما قلنا the best explanation of value is that ايه احسن وصف هنا لار تعال كده نشوف it is always positive غلط ليه عم غلط ايه ر بتتراوح من negative الى positive interpret variance in terms of independent variable بتقولك ال variance كام او التغير كام في ال independent variable لا دي دي r square اللي هي coefficient of determination range in size from negative infinity infinity هنا يعني لا نهاية بتبدأ من الصفر الى minus لانهاية او to positive infinity يعني هنا بيقولك range in size بتبدأ من size from negative infinity to positive infinity من ما لا نهاية موجب وما لا نهاية سلب لا طبعا من واحد موجب واحد سلب طيب item measures of the relative relationship between two variables هي العلاقة النسبية ما بين two variables ايه واه هي دي يبقى اذا اللي جابة الصحيحة معامل الارتباط او coefficient of correlation r هي مقياس للا ايه لل relationship between two variables يبقى اللي جابة الصحيحة ايه جابة رقم دي نروح نشوف سوار رقم 6 بيقول ايه regression equation المعادلة بتاعت regression اللي هي y بتساوي a plus b x صحي كدة y هي dependent variable a هي fixed portion او الجزء السابت b هي slope او الميل بتاع الخاطر المستقيم او variable portion و x هي independent variable طيب عايز دول ايه بقى regression equation استمتزا dependent variable صح والله هيتطلع لنا قيمة dependent variable اللي هو y كلام جميل لحد هنا كدة صح تعال نشوف البيئي. إن كان بس بتشمل فاكتورز اوتسايد ذا الريلفانت رينج غلط من ضمن الاسمشن بتاعت الريلفانت بتاعت الريجريشن ان تكون العلاقة جوه الايه الريلفانت رينجي با دي مش صح. كونسترين يعني العقبة او العائق اللي بيقف قدامك. لا طبعا هي بيزد على استمت مبين تو فاريبلز. هل هي استمت زي انديبندنت فاريبل لا. ده انت بتديها الانديبندنت تقوم هي ايضا لك الايه الديبندنت ايه. يبقى اذا الاجابة الصحيحة هي اجابة رقم ايه. سؤال رقم سبعة. في سؤال رقم سبعة بيقولك ايه. يا طرق ايه الكونفشن من الداتا دي. بص عشان تفهم السؤال ده كويس. هو مدي لك تو فاريبل واحد اسمه ايكس واحد اسمه ايه واي. وبيقولك لما اكسب واحد واي بعشرة. لما اكسب اتنين واي بتمانية. لما اكسب تلاتة واي بستة. لما اكسب اربعة واي باربعة. لما اكسب خمسة واي باتنين. ومدي لك بقى الاختيارات. وعايزك تختار من دول ايه? ايه? ايه هو بيقولك وتزا كوفشنف كوريليشن اللي هو ار. وار دي بتبدأ من ايه? من نيجاتيف وان الى بوزيتيف ايه وان. تعال كده بص لهم بمجرد النظر. بص لما اكسب كانت بواحد واي بعشرة. بص لما اكسب بقت باتنين بتزيد ها? لما اكسب زادت من واحد الى اتنين واي اللي حصلها قلت من عشرة الى تمانية. يبقى ازا العلاقة دي شكلها علاقة عكسية. صح? تعال كده نشوف. لما اكسب زادت الى ثلاتة واي قلت الى ستة. لما اكسب زادت الى اربعة واي قلت الى اربعة. لما اكسب زادت الى خمسة واي قلت الى ات يبقى ار هنا هتكون بالاي بالماينس مابدايا كده قبل ما نعرف ار كام ار هتكون بالاي بالماينس لان العلاقة عكسية كويس تعالك اشوف ار بالماينس اهي ار بالماينس اهي بغض النظر بقى هي واحد سبعة من عشرة تمانية من عشرة هي الوحيدة فيهم اللي ايه بالماينس يبقى ازا الاجابة الصحيحة هتكون اجابة رقم بي ليه لان اي هنا بالنجاتف وبالنجاتف يعني بتقول لك علاقة ايه عكسية علاقة عكسية ازاي لان لما اكس بتزيد وي اللي بيحصلها بتقل يبقى علاقة عكسية يبقى الاجابة الصحيحة هنا اجابة رقم بي وي هنا باي بنيجاتف وان ار انا اسف باي بنيجاتف وان تعال نشوف سؤال رقم تمانية بيقول ايه في سؤال رقم تمانية بيقول كل اللي جاية ده افترضات اساسية بتفترض الايه الفاليديتي افلاينا الريجريشن اوتبوت اكسبت فيما عادة اه ركز كده فاكرين في الجزء الاخراني في محاضرة الريجريشن كان بيقولك في شوية افترضات معينة لازم تكون موجود علشان الريجريشن يبقى سليم وشغال لو تفتكر كان دايما بيقولك ان انت لازم تكون او بتاعك ان بيشترط ان بيشترط ان لسه مكملة معك في المستقبل بتفترض ان بتاعت وي متوزعة صح ان الزيادة بتسيد معدل مستمر وهكزا والتماثل في الزيادة ثابت والكلام الجميل لكله يبقى اذا دي كلها ايه بتفترض ان الايه ان الريجريشن سليم وزي الفول اكسبت معده واحدة في واحدة من دول مش من الاسمشن بتاعت الايه الريجريشن تعال نشوف دي اسمشن صحيح وهو او توزيع الطبيعي للارقام اللي بيبقى شاكواخد شكل ده شرحناه في محاضرة الريجريشن طيب ايه تاني زمين مين هدا اللي هو المتوسط اف زا ساب بوليشن ساب بوليشن اللي هي النقطة اللي بتبقى محصولة كده على الريجريشن لاين اف واي اراوند ريجريشن لاين الزيرو كلام سليم سيرتينيتي يعني سيرتينيتي سيرتينيتي تأكد صح اصلا الريجريشن ده مبني على انك حاجة للمستقبل هل هتبقى متأكد منها لا طبعا اول السامشن من السامشن الموجودة في الايه في هي يعني عدم تأكد يعني انت بتفوركست حاجة في المستقبل فما تجيش بقى انت تقول لي من ضمن الايه بتاعت الايه ما ينفعش يعني تأكد وانت بتبروجيكت حاجة للمستقبل يبقى اكيد اجابة رقم هي اللي ايه هي اللي مش من بتاعت الايه يبقى الاجابة الصحيحة اجابة رقم سي دي اهيكا بتقولك يعني النقط او اللي حركة بترسمها على الرسمة التغير منها سيابت بتتغير بنسب سابتة فتلاقي الخط طالع خط ايه مستقبل انما التأكد لا او عدم التأكد يبقى الاجابة الصحيحة اجابة رقم سي نشوف السؤال اللي بعد بيقول ايه مدينا شوية صريفة اهي بيقول لك احنا بنعمل الخطة بتاعتنا للسنة اللي جاية شركة اسم الشركة كده عايزة اتحدد ادي المنترنس كوست اللي هي مصاريف الصيانة وهي عايزة تحدد الكوست لو انتو فاكرين في بارة الكوست كان عندنا حاجة اسمها الكوستي بيهيفير ان فيه كوست فاريبل وكوست فاكسد وجوزء ايه ها وكوست تانية مكسد كوست او سيمي فاريبل فيها جوزء فاريبل على جوزء ايه فاكسد كويس شركة ديت عملت ايه هز هتستعمل طريقة بالاكوشن اللي هي بتساوي ايه واي بتساوي ايه بلاس بي اكس لو انت فاكر الحتة دي لما اخدناها في بارة الكوست قول ان احنا عندنا طريقتين طريقة الهاي عندهم مثل وهو ان انت تشوف فين اعلى شهر واقل شهر وتشوف الفرق بينهم وتشتغل وقال لك ان الطريقة دي مش دقيقة اما الطريقة الدقيقة هي طريقة الريجريشن فاجتنا احنا هنا بقى في موضوع الريجريشن عارفنا معادلة الريجريشن اللي بتقول لك واي اللي هو الديبنداند فاريابل بتساوي ايه ها اي بلاس بي اكس وقلنا ان اي دي الجزء الفاكسد وبي دي الجزء الفاريابل بريونت اوف اكس ماشي زابريو رييرز داتا الداتا بتاعت السنة اللي فاتت رجاردنج منترنس اور اندو كوست يعني جايب لك الداتا اللي فيها الاورز اللي اشتغلناها والكوست اللي قدامها للصيانة في العمود المقابل ده وتحت كده الداتا دي بتاعت الايه الاورز اللي حضرتك اشتغلتها اورز او اكتيفتي والاي والمنترنس كوست اللي ثرفته انا شخصيا شايف ان التوبول ده كله اللي انا معلم عليه ده بتاع الاورز اكتيفتي والمنترنس كوست تستعمله في حالة واحدة لو هتحل بطريقة وهو هنا مش طالب منك انك تحل بطريقة الايه وطالب انك تحل بطريقة الايه الريجليشن بمعدة وي بتساوي ايه بلاس بي اكس كويس تعال نشوف بقى الداتا بتاعت الايه تسع دولار ايه شوص شايف ايه دي ايه شايفها اهي ايه بتساوي ستمائة اربعة وطمانين بي بي اللي هي الجزء كام سبعة بوينت اتنين تمانية تمانية اللي هي دي نقصك بس تحطيلي اكس اللي هي الساعات بتاعت الصيانة او انا مطلع عليك الكوست بتاعت وي على طول طبعا بقى ميدي لك الستاندرد ارور اف ايه وستاندرد ارور اف بي وستاندرد ارور اف استمت والكلام ده ملناش دعوة بيه خالص ومالوش علاقة بدراستنا دي حاجة ستاتاستيكا الاوي احنا مش نستعملها في حل الاسئلة النهائي ار سكوير فاكرين ار سكوير يا جماعة اللي هي قولنا اللي هو ار لو مسكنا عملنا له سكوير ضربنا في نفسه تربيع يعني يطلع لك ايه 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 طيب الفاديو بتاعته كام بوينت تسعة تسعة بوينت سبعة اتنين اربعة ولو شفنا ان ده �� كان بيبقى في صورة نسبة مئوية يعني ده لو هندربه في مية عشان يطلع نسبة مئوية هيبقى تسعة وتسعين سبعة اتنين اربعة في المية حلو كده طيب ده كان بيعبر عن مدى التغير في اللي هيحصل اله لو حصل تغير في يعني عايز يقول لك كم في المية تغير في بتاعت الصيانة يؤدي الي تغير في الايه ماشي تعال نشوف السؤال عايز ايه باستخدام Winter الجميلة دي. في السؤال ده بيقول لك يبقى عايز حضراك تشتغل على الداتة اللي طالع من دي. لو اشتغلنا ربعمية وعشرين مينتنانس اوار انزا مانث. هتعني ايه ان شركة وليكس كامبانيز المنتنانس كوست بتاعتها متقربة لاقرب دولار. هو هنا ميدي لك الاكس. الاكس هنا اللي هي الايه الاندباندن او متغير المستقل انت لو اشتغلت ربعمية وعشرين ساعة مينتنانس اوار هتصرف كامب. طب ما هي ما سهلة اوي تعال كده نشوف نعملها ازاي المعادلة بتاعتنا بتساوي ايه المعادلة بتاعتنا بتساوي ي بتساوي صح ايه مش كده بلاس ايه بقى بي اكس مش دي المعادلة بتاعتنا طيب انا النهاردة عايز وي حلو كده فهقول لك وي هتساوي. وي هتساوي ايه بقى ايه بكم يا جماعة الجزء الفكسد ستمية اربعة وتمانين حلو فهقول وي هنا هتساوي ايه ستمية اربعة وتمانين بوينت خمسة وستين دي كده اللي هي ايه ايه مش كده طيب وبي في اكس بقى يلا هتلي بي في اكس بي هنا بكم بسبعة اتنين تمانية تمانية اربعة واكس هو ادهلك بكم بربعمية وعشرين حلو ايه انا هاجي كده وقم ايه بي اللي هي سيفن بوينت اتنين تمانية تمانية اربعة في اكس اللي هي ربعمية وعشرين بس واجمع الكلام ده ده زي ده بس تطلع تلاتة تلات تلات تلاف سبعمية خمسة واربعين بوينت تمانية سبعة لو انت بقى عايز تقربها تعالى نشوف وماربها ايه في الاختيارات اهي تلات تلاف سبعمية ايه ستة واربعين بص احنا طلع لنا كام تلات تلاف سبعمية واربعين سبعمية خمسة واربعين بوينت سيفن فلو انت عايز تقرب دي شوية تطلع لك كام لا اقرب دولار تلات تلاف سبعمية ستة واربعين يبقى الاجابة الصحيح هي اجابة رقم دي شفت الموضوع سهل ازاي اهم حاجة المعادلة بتاعتك واي بتساوي بلاس بي اكس واي دي اللي انا بدور عليه ايه هي الجزء بي هي الجزء اللي هي سيفن بوينت تو تمانية تمانية اربعة واكس ده اللي هو الايه الاندباند انتفقنا يبقى ازا الاجابة الصحيحة هنا اجابة رقم دي نشوف السؤال اللي بعده نفس الفاكت باتر من اهيه اللي من دهالنا تعالوا نشوف السؤال على طول النسبة المئوية التغير اللي هيحصل يطر دلوقتي ايه هنا او معدل التغير اللي هيحصل في الاندباند انتفاريبل لما يحصل تغير في الايه في الاندباند انتفاريبل الله طب ما دي ار سكوير مش احنا عارفين ان ار سكوير هي او التغير في الاندباند انتفاريبل في الاندباند انتفاريبل اللي هي ار سكوير طيب ار هنا سكوير كام تسعة وتسعين بوينت سبعة اتنين اربعة يعني تسعة وتسعين وانو سبعة وانو عشرة في المية اه فين اهي تسعة وتسعين بص رقم ده هو هو بس ايه ضرب في مية في المية ونقل الاشارة بتاعته ايه؟ او العلال اقل العلامة العشرية هنا عشان ضرب في مية في المية فتسعة وتسعين وسبعة من عشرة في المية من التغير اللي هيحصل في الاند Quinn نروح نشوف سؤال رقم 11 عايز ايه حرب اكس في المعادلة بتاعتنا اللي هي بتساوي ايه? y بتساوي ايه بلاس بي اكس اهي? y بتساوي ايه بلاس بي اكس. عايز يعرف اكس ده ايه? طب ما احنا قولنا اكس ده هو ال ال اللي حيشد وراء ال ال صحي كده? يبقى ازا اكس هنا هي الايه? هي ال ال طبعا واي هي ال ال هي ال هي ايه? وال لا ده مش موجود في المعادلة دي ار سكوير ملناش دعو ايه? يبقى ازا اكس ده عبارة عن ايه? عن ال российاتشPD يبقى ازا الاجابة الصحيحة ايه? نرح نشوف السؤال اللي بعضه بيقول ايه? تعارفين بالحب войل اللي هو اور؟ لابقى ما لكش ي منniaقش الاقوى. اقوى الى الlegenعة الاخثية فريول. طبعا احنا عارفين بتتراوح من ايه? ها? من واحد من الى ايه? وكل ما قربنا ناحية الواحد كل ما العلاقة بقت صح كده? واما اتقرب ناحية الصفر كل ما العلاقة تبقى ايه? او ضعيف. طيب اول حاجة كده. واحد ما ينفعش اصلا العلاقة تبقى اكتر من واحد هي دايما بتبقى اقل من واحد. طيب. صفر ده ضعيف قوي. بوينت تمانية تسعة دي مقربة على الواحد جدد. بوينت سبعة دي برضو مقربة على الواحد بس البوينت تمانية دي اقوى من البوينت سبعة. ملكش دعوة بالاشارة خالص مش عشان تقول لي دي ودي بوزيتف يبقى تاخد دي لا الاشارة بتدل على ها? اتجاه العلاقة هي ولكن هو طالب هنا لايه? قوة العلاقة. يبقى مادة قربها من الواحد الصحيح. يبقى ازا ايجاب رقم سي هي الاقوى لان التمانية من عشرة اقرب الى الواحد من الايه? من السبعة من عشرة. يبقى ايجاب الصحيحة ايجاب رقم سي. سؤال الرقم تلاتاشر. تعال نشوف التلاتاشر بيقول ايه? زي المراجع الداخلي شغال في بنك بيعمل المالتبول رقم. ولو انتو فاكرين ايه هو المالتبول رقم هو بيفرق عن السمبل رقم انه هو في ازر فاكتورز كتير غير السمبل رقم بيبقى متمد على اكس واحدة. لا المالتبول رقم بيبقى في كزا اكس. يعني في كزا اندبندن دي بيؤثر في الايه في اندبندن دي بريبل. فبيراج ده بيعمل مالتبول رقم موديل ذات هاس بين يوز دي فور نامبر وف ييرز بيستعمل في عدد السنوات او كزا سنة معينة. تو استمت ز اماونت اوف انتريست انكم فروم كوميرشال لون عشان يتنبق بيهييلهم ارادة ادي ايه من الفوائد لما يدل الناس كوميرشال لونز او قروض تجاريلي. ديورنج زا كارنت يير خلال السنة دي. زا اوديتور ابلايزا طبق المودل بتاع اللي هو عاملو بتاع الايه بتاع الريجريشان. واكتشف ان يعني انخفضت بشكل مسير كده الانتباه ايه دة هي ار سكوير مخفضة او كده السنة دي. طبعا ارس كوير دي هي الايه او التغير في الايه في الاندبندن في الاندبندن في الاندبندن فلاها منخفضة بشدة السنة دي معنى كده ان فيها في مشكلة في الموديل اللي هو شغال عليه. طب ما الموديل شغال وحلوه اما فيه ايه? وتشوف عايز يعرف ايه الاستنتاج او الي يبقى او يبرر التغير اللي حصل ده. بص بقى. الراجل هنا بيتكلم على ان فجأة لقى ارس كور انخفضت بشدة. وده معناها ان الاندبندن بقى مش معتمد اوي في مبلغه على ان هو يدي لونز كتير او لونز قليلة ايه ده اما المعتمد على ايه? هو في فاكتور تانية ممكن تأثر في بخلاف ان انا دي قاردة او ما اديش? طبعا فيه ظروف اقتصادية كتير جدا ممكن تخلي البنك المركز يرفع سعر الفايدة. ولو البنك المركز يرفع سعر الفايدة بنفس حجم القروض اللي انت شغال عليها السنة اللي فاتت مغارتاش هتبص تلاقي نفسك عامل اعلى صح. يبقى ازا في فاكتورز جديدة لازم تتخد معك في الاعتبار جوه الاناليسيس ده. ما ينفعش بس تشتغل على ايه? حجم ايه? تبقى انتفقنا? تعال بقى ندوره على ده هنا. هل ازا اوديتور شود كالكليت زا كوفيشن توف كوليشن ان الاوديتور رزم يحسب طب ما حسبه وبعد ما حسبه عمله سكوير فطلع رؤى سكوير ما عملش حاجة. لا هو ومناسب وكل حاجة بدليل ان هو قال لك هنا ان الموديول ايه? لان الموديول شغال كويس. طيب هل في سام نيو فاكتورز ايوه بقى في سام نيو فاكتورز ايوه بقى في سام نيو فاكتورز ايوه بقى بتتسبب ان الانترستين كبه يتغير. زي بس ان السعر العملة يقيل او يزيد ان البنك المركز يرفع سعر الفايدة او ينزلو. الفاكتورز دي كلها مش موجودة فين؟ في الموديل اللي هو عامله في في او في او في او او اللي هو عمله. وبالتالي يبقى في الحالة ديت اجابة رقم سي هي الاجابة الصحيحة ان في فاكتور تانية موجودة بتأثر في ارتفاع مش جوه الايه? الموديل بتاع يبقى الاجابة الصحيحة هنا اجابة رقم سي. نروح نشوف السؤال اللي بعده. مدي نفاكت باتل بنصريفة ايه? ونشوف بيقولي. الفا كامباني بروديوس سيفرال ديفرنت بروديكتز. شركة الفا بتطلع كزا منتج. بتعمل خطة بقى او خطط دلوقتي. بتخطط ان هي تدخل منتج جديد. هيكون سعر بها وستة دولار بريونت. عملت بقى ايه? مانيفاكترينج كوست. قل ايه? ميت الف يونت. عملت على مانيفاكترينج كوست. علشان تنتج ميت الف يونت. فعلشان تنتج ميت الف يونت. هتصرف دايريكت ماتيريا لخمسمائة الف. وهتصرف دايريكت ليبر اربعين الف. عبارة عن ايه لاربعين الف دور. هيكون ليبر ريت بر اور اربع دولار بر اور. خلي بقى لك كده ماتيريا لليبر. ما تكلمش في الوفرهيد. تعال بقى نتكلم في الوفرهيد. بيقول لك هنا ما عملش اوفرهيد كوست للايه لنيو برودكت. اما هيحمله على اساس ايه? بات منثلي داتا راح خد الداتا الشهرية القديمة. ماشتغلش على المنتج الجديد عشان يحسب الوفرهيد ولكن راح خد الداتا بتاعت اخر اربعة وعشرين شهر اللي كان بينتجها في المنتجات القديمة. وشاف العلاقة ما بين الانتاج والايه? والاوفرهيد كوست. حلوة. النتيجة اللي تحت دي طلع الايه? النتائج ده من السيمبل راح اعمل القصة بتاعت السيمبل رجلشن دي. ليه? السنتين اللي فاتوا علشان يستنتج منهم بعد كده الاوفرهيد للمنتج الجديد هيبقى عمليه ازاي? خلي بالك بيقول لك واي هو اللي هو الفاكتوري اوفرهيد يعني. والاندبندنت فاريبول اكس هو يعني عايز يقول لك لو زودت في الاوفرهيد ده هيزيد. ليه? لان ده الاندبندنت اللي هيشد وراء الديبندنت اللي هو الايه? الواي اللي هو الفاكتوري اوفرهيد. ماشي. كمبيوتود فاليوز. واي انتر ست تقاطع محور واي بي كانب اربعين الف. عايز يضحك عليك. واي انتر ست ده اللي هو حرف الايه? مش كده? مش احنا قليني انه ايه? معادة بتاعتنا واي بتساوي اي بلاس بي اكس? واي انتر ست تقاطع محور واي? هو الايه? او ايه بلاس بي اكس. اه دي البي. ده الجزء المتغير او المعامل للتغير في اكس. دي اللي هي ار. طبعا ار قوية جدا. واخد بالك مقربة على الواحد الصحيح. وده بيدل ان في علاقة كبيرة جدا ما بين اللي بور اور وما بين الاوفرهيد. ستاندرد ايرو ملناش دعو بي. ستاندرد ايرو ملناش دعو بي. المين برضو ملناش ايه? دعوة بي. طيب. تعال نشوف ايه تاني مدهولك ها? دي اللي هي عارس كوير. يعني مسك الار دي ضربها في نفسها مرة ايه? لو مش مصدقني. تعال نجرب كده في حتة فاضية. ار بكم? اهي. تسعة خمسة تلاتة في نفسها تاني اهو تسعة خمسة تلاتة. بص طلع كم? طلع تسعة واحد. اللي هي الايه? اللي هي تعتبر دي تقريبا. فدي الار سكوير واللي فوق دي اللي هي الايه? الار. تمام? ودي البي ودي الايه? تعال بقى نشوف هيعمل ايه؟ بيقولك هنا ما هو? نسبة التغير في الو الاندبينداند د career than Carbon variable. لو حصل تغير في الاندبينداند رسكوير. هو كده بيتكلم عن نسبة التغير في الاندبينداند. لو حصل تغير في الديبينداند. الو نسبة تغير في الدياه الديبيينداند اللي هو لو حصل تغير في الديبينداند ده هو الـ يبقى كده بيسأل على ايه طب بعل ايه ار سكوير قدامك ايه. يبقى فين التيسعين في الماية تمانية صاحي كده يبقى اے embargo في الحلة ديها هتكون اللي رقم ايه اهي شايف دي مش دي تسعين بوينت تمانية في المية اللي هي اول مصد الرقم ده بس مش مضروب في مية في المية يبقى ازا هو بيسأل هنا على تطلع تسعين بوينت تمانية من عشرة في المية يبقى الاجابة الصحيحة اجابة رقم ايه طيب السؤال اللي بعده نفس الجيفنز زي ما هي كويس انزل على السؤال على طول سؤال خمستاشرة الفز توتال ايه اتفقنا ماشي يبقى ازا لو حرك حطيت في هنا عشرين الف يبقى ازا لو حرك حطيت هنا عشرين الف يطلع ايه اللي هي و معاك اللي هي اللي هي الخط المستقيم بتاعنا اللي هي اتنين بوينت عشر طيب ما احنا عارفين الكلام ده اهو تعال كده نحط الداتا قدامنا عايزين اكس عشرين الف اور تعال نشوف مش ايه المعادلة بتاعتنا بتساوي ايه اي بلاس واي بتساوي ايه بلاس بي اكس حلو اوي الايه هنا قالك واي انترسيت اربعين الف كويس بي في اكس بي بكام اتنين بوينت عشرة في اكس اللي هو الساعات بتاعتك قالك هنا الساعات كام عايز اشرين الف ديريكت الابور هلو كده هتروح لك هاي الى بس تجمع بقى بعد كده تطلع اتنين وتمانين الف وده معناه ان لو حضرتك اشتغلت عشرين الف ساعة هيكون بتاعتك او كان باتنين وتمانين الف فين هنا اتنين وتمانين الف اهي اجابة رقم بي شوفت سؤال سهل ازاي نروح لسؤال رقم ستاشر في سؤال رقم ستاشر بيقول ايه زا في مدير مدير قسم الاسمبلي او مدير قسم التجميع والتعفيل في مصنع معينة او في شركة معينة عايز يعمل او تقدير للايه زا فاكسد اند فاريبل كومبونانت او زا دبارتمنت كوست اه عايز يمسك الكوست بتاعت الدبارتمنت بتاعه ويقسامها الى جزء ايه فاريبل وجزء فاكسد حلو او تدوس وعلشان يعمل كده زا مانجر زا هسكولكت الانفورميشن جمع معلومات مجموعة الكوست مع بعض اللي هي على فاكسد اند او تبوت والايه والمخرجات او النواتج اللي هو طلعها او اليونتس اللي انتاجها في اخر اربعة وعشرين شهر وعلشان يطلع في الحالة دي احنا قلنا خرج قدامك طريقتين تفصل بهم الجزء صحي كده طيب هل موجودة هنا لا يبقى تختارها لطول ايه يبقى ازان الجابة الصحيحة ايجابة رقم ايه هستعمل من خلال المعادلة بتاعته اللي هي اسمها ايه واي بتساوي ايه بلاس بي اكس ايه ده هيبقى الايه الجزء الفاكسد وي بي هيكون الجزء الايه ها الفاكس ده الكوست لما هتتغير او اليونتس لما هتتغير هتغير معا في الكوست اللي هي هو ايه دي بقى الاجابة الصحيحة ايجابة رقم ايه سؤال رقم سبعتاشر بيقول لك ايه في سؤال سبعتاشر لما حركة تجي تشتغل بقى على الكوست بيهيفير حلو يعني عايز طرف ادي ايه و ادي ايه فاكسد ماشي يعني عايزول لك الكوست فاكشن بتاعتك ان انت كده هتشتغل بالريجريشن بالمعادلة بتاعت وي بتساوي ايه بلاس بي اكس ايه من طرو الكوست ايستيميشن مثل هنا لا يمكن استخدامها بصبول لك ايه طبعا احنا عندنا طريقتين طريقة الايه وطريقة الايه الطريقة اللي ماشي طريقة هنا هي الايه بيكون فيه اكتر من ايه اكتر من اكس صح؟ ولو المعادلة عندك فيها اكتر من اكس هيبقى فيه اكتر من جزء او اكتر من معامل بيغير الكوست عندك سؤال رقم 18 بيقول ايه واحنا لو لو تعملها كوست الالسي المالية حجوب ايه السي المالية YA في ايه H1 انما المالتبول رقم في كذا اكس صحしゃك ده؟ طيب Bio r the estimation او لما تعمل الالسي المالية في ايه السي المالية دفروز بيختلف عن المال تبيل ايه ماشي. على فكرة هو اه بس مش ده الفرق اللي بينه وبين الايه المالتبول انا عايز الحاجة اللي مفرقة بينه وبين الايه المالتبول ما ده فيه وده فيه طيب فيه لا طبعا ده فيه وده فيه وده فيه طيب صح ايوه هي دي الاجابة الصح ايجابة رقم سين بص كده دي بيقولك لا طب ما ده فيه وده فيه الفكرة كلها ان الايه الاكس يا جماعة اللي هي الانتبنتنت فريبل المتغير المستقل واحد بس متغير مستقل موجود في السمبا بينما المالتبول فيه ايه مور زان انتبنتنت فريبل فيه اكتر من واحد دي بالاجابة الصحيحة ايجابة رقم سين السؤال اللي بعده سؤال رقم تسعتاشر في سؤال رقم سعتاشر بيقول ايه بقى امانيفاكترر مصنع ديفولوب بيطور عمل مالتبول ريجلشن اكوشن عمل مالتبول ريجلشن اكوشن دخل فيها كزا داتا داتا بتاعت كزا سنة ميني يرز داتا وميدي لك المعادلة الجميلة دي بص بقى السؤال ده بيعلمنا حاجة رائعة جدا ايه هي انك متحفظش يعني ما تحفظش يعني ما ترحش تقول لي واي بتساوي ايه بلاس بي اكس طب لو غيرت لك الرموز يعني ايه مسلا سمتها او او سمتها او 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 مش عارف ايه لا لازم تبقى مركز كويس قوي بص المعادلة الكون اللي هي مين الواي بتساوي او الجزء السابت يبقى دي معناها ايه ايه كويس كده بلاس ايه في ال يبقى غالبا دي بي في اكس بلاس بي كمان في اكس يعني كل واحدة من دول ال ال ده يعتبر ايه حاجة حاجة مستقلة او كويس وحطط لك جنبه الايه بتاعه وبعدين ام هنا هي يعني الخمانة فاذا ده ملتبل رجلشان ايه هنا بتساوي وعندنا في المعادلة كان بيقولك بي وان اكس وان اللي هما ايه و ال و بي تو اكس تو اللي هي بي دي و ام دي اتفقنا ده كده ملتبل ايه رجلشان السؤال هنا بقى بيقولك ايه من التغيرات اللي جاية دي اه خلي بالك هو هنا عايز يقولك ايه هنا التغيرات اللي هتحصل اللي هيكون لها تأسير شديد في ركز بقى في الكلمة دي يعني تخلي الموديل غير صالح يعني يقولك لا الموديل ده بطلع ارقام غريبة سيبك منه خلص ما تستعملش الملتبل رجلشان فعايز يقولك ايه هنا اللي يبوز المعدة دي اللي يفسد عليك المعدة دي ويخليها غير صالحة للتنبؤ اتفقنا تعال نشوف لا طبعا عارف لي لو حصل اي تغير في دي هيبان في المعدة والنتيجة هتبان قدامي وهستفيد بيها صح طيب لو حصل اي يعني حصل تفاوض مع التحاد العمال بتاعهم ورفع اجر الموظفين في الحالة دي لو رفعت اجر الموظفين اللي دي هتتغير معاك فهتأثر في الكوست فهتحس بقيمتها فعلا فهتحس لحد الوقت ان النتائج بتطلع ايه حساسة للتغير وكلام جميل اوي العراج دروب الماتيريال كوست حصل ان انت الماتيريال كوست انخفضت لانك بتستولدها من بره مثلا وبالتالي لو الماتيريال ام دي انخفضت فالام دي هتتأثر فهتأثر معاك على الكوست فهتطلع عليك لانتج مزبوط على فاكرة كل التلاتة اللي فاتوا دول يا جماعة تغيرات واحدة تغير في فكسيت كوست واحدة تغير في الليبر واحدة تغير في الماتيريال والهدف عندي هنا ان لما دول يتغيروا يغيروا معاك في الكوست فيخلوا النتيجة صالحة للاستعمال طيب بص با او ده فاكتور مش موجود في المعادلة ولما اي فاكتور يتغير مش من ضمن البنود اللي موجودة عندك في الاكويشن يخلي لك الاكويشن ملاش لازمة زي ايه مثلا؟ هنا بيقول لك دي 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 يعني انتجية العمال يعني انا متعود ان العامل بينتج اليونت في 2 hours مثلا يعني اليونت اللي واحدة بتاخد ساعتين عمالة حلو؟ هل الفاكتور ده موجود في المعادلة؟ لا اللي موجود عندي هنا والليبركوست محسوبة على اساس ان العامل بياخد ساعتين في اليونت. ماذا لو العامل خد تلات ساعات? تعرف ايه هيحصل? هتشتغل هنا عادي جدا على اساس ان هما ساعتين وهتطلع لك نتيجة فيك. ملاش لازمة. بتخلي الريزلت غير صلاحة. يبقى عايزين نثبت لنفسنا معلومة مهمة. ان اي تغير في فاكتور مش من ضمن الفاكتورز اللي موجودة هنا. يخلي لك المعادلة ملاش اي لازمة. ويخليها غير صلاحة لاستعمال. يبقى ازا كانت تتشنج هي دي الاجابة الايه? الصحيحة. هي دي الحاجة اللي مش موجودة هنا. العامل بياخد كم ساعة في اليونتس عشان انتجها. دي مش موجودة هنا. وطالما هي مش موجودة هنا هتخلي تلك الناتج ايه? او غير صارح. يبقى الاجابة الصحيحة. اجابة رقم دي. سعر رقم عشرين. سعر رقم عشرين بيقول. علشان تحلل السيلز. ازا ناتج من دواتك تغير مصاريف الدعاية والاعلان. فهو عايز يقولك انا لو اصرفت الادفيرتايزنج اكسبنس السيلز هتتغير. حلو. زا سيلز مانجر اللي هو مدير المبيعات. عامل سينج بالريجريشان موديل. زا موديل اللي هو عامل ده. في المعادلة اللي لايه دي. المعادلة دي بتقول ايه? سيلز بتساوي. اي بلاس بي في اكس. الله حدو قوي بص. ايه اللي هي الجزء الفيكس اللي هي العشر تراف. بي اللي هو. او اللي هي البي. طيب الادفيرتايزنج اكسبنس اللي هو الايه? الاكس. ماشي. تعالى نكمل فوق. الراجل عمل. ايه? اتنين وتلاتين مع. عمل ملاحزات بتاعت اتنين وتلاتين شهر لما صرف ادفيرتايزنج اكسبنس كام? عملت ايه? طبعا هنا اللي هو تسعة من عشرة. وتشز ان العلاقة ما بينه وتقدر تقول عليها بيرفكت. لان هي مربة من الواحد. ماشي. السؤال ادي المعادلة قدامك اهيه? بيقول لك ايه? ادفيرتايزنج اكسبنس ان وان ماونت الف. يعني لو حطينا الف ما كان دي. قالك زر يا طرى السلز هتبقى كام? مش بحتاجة? الف في اتنين ونص. بقى الفين وخمسمية. زي ده عشر تلاف تطلع مطلعك اتناشر الف وخمسمية. سهلة. اهيه عم تعالى بص كده. الايه بكام هنا? الجزء السابق بعشرة تلاف. حلو كده? كويس. بي في اكس بكام? بي باتنين ونص. في اكس هو يقول لك عليها بكام هنا? الف اهي. في الف تطلع الفين وخمسمية. تيجي تجمع الاتنين دول مع بعض كده. يطلع كام اتناشر الف وخمسمية. ايه بقى لجابة صحيحة? اتناشر الف وخمسمية. سؤال سهل ايه ومبشر جدا. سؤال رقم واحد وعشرين. تعالى نشوف واحد وعشرين بيقولي. بص بقى. ايه هو الانترسيت يا جماعة? التقاطع مع محور واي. يعني دي ايه? ايه ودي ايه? شفت بيلعب معك بالالفاظ ازاي? انترسيت هنا اللي هو التقاطع بتاع محور واي. اللي هي الايه? الايه? يبقى الجزء خمسة بوينت تلاتة وعشرين. اللي هو الميل اللي هو الجزء الو او الو ايه? اللي هي البي بتاعت واحد بوينت اربعة وخمسين. ماشي. وين زى ازا عشرة? زى بيتساوي كام? الله دا سؤال مباشر قوي. تعالى تاني كده نعيد. اهو. انترسيت التقاطع اللي هي ايه? بتساوي كام? ماشي. سلوب كام? اهو واحد بوينت خمسة اربعة. في الاكس بكام? بيقولك لو الاكس بعشرة? اهو. لو الاكس بعشرة. بس. يا طرح الوي هتبقى كام? ببساطة. الوي هتبقى كام? عشرين بوينت تلاتة وستين. فين عشرين بوينت تلاتة وستين دي? اهي. يبقى اجابة سي هي الايابة الصحيحة. خدت بالك من التلاعب بالالفاظ. عمالي يقولك انترسيت. طب ما هي ايه? هي بتاع محور واي. والسلوب بتاعنا اللي هو بي اللي هي عرفته بقى ليه بقولك ركز وقرأة السؤال كويس? اجابتنا اجابة رقم سيه عشرين بوينت تلاتة وستين. سؤال رقم اتنين وعشرين. بينما احنا بنجمع المعلومات عشان نستخدمها عشان نعد البوجت السنوية بتاعتنا. الشركة بتحدد الكوست درايفرز. عايز اتحدد الايه الكوست درايفرز اللي بتأثر فيه الكوست بتاعت التصميع. يبقى انت عايز ايه كوانتاتيتيتيف اناليسي المثود. تقدر الشركة تستعملها مع توسط التغير في الكوست مرتبط بايه? عايز اعرف. العلاقة ما بين التغير في الكوست درايفر والايه والمانيفاكشن كوست. يبقى ازا الكوست درايفر هو المتغير الاندبنتنت واي ايس اف اكس. بينما الايه المانيفاكشن كوست هي المتغير الايه الديبنتنت اللي هو واي. اعمل ايه هنا? لازم استعمل عطول فورا الايه? ها الريجريشن انريسيز. يبقى ازا اللي جابة الصحية هنا اجابة رقم اي سي. سؤال رقم تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين بيقول ايه بقى? اكمبي نيوز سيمبل ريجريشن. الشركة بتستعمل السيمبل ريجريشن اللي هي المعادلة البسيطة بتاعته. واي بتساوي ايه بلاس بي اكس. تبريديكيت علشان تتنبق وانوف اتس سيمي فاريبول كوست. علشان تتنبق بالايه? ها? السيمي فاريبول كوست بتاعتها اللي هي الايه? فيها جزء فاريبول على جزء ايه? فاكس. ماشا. ازا كومبيوتود ايكوشن المعادلة اللي طلعت وي بتساوي. ها? مينس خمسة وعشرين الف. ايه مينس خمسة وعشرين الف? ايه مينس خمسة وعشرين الف? هو ينفعل كوست اللي تبقى هو مينس. بلاس اتنين ونص ديه البي في اكس. هنا ايه طلعة بمينس خمسة وعشرين الف. ماشا. اذي المعادلة ابيرز توهاف جود فيجوال فت. ماشا. زا كوزوف زا نيجاتيف ترم. السبب بتاع النيجاتيف ده هنا ايه? انزيس اكوشن كود بي. اه. ليه هنا التقاطع مع محور وي في الجزء الخاص بالف. ركز معي. فاكر احنا لما كنا بندرس او الافتراضات اللي قائم عليها وقولنا ان من ضمن الافتراضات اني لازم او التنبؤ اللي احنا شغالين عليه او العلاقة ما بين داخل المدى او الطاقة الانتاجية بتاعتنا. اما لو اشتغلنا على طاقة انتاجية اعلى خارج الريل فانترينج هتبص تلاقي وي بتاقتها مع محور ايه? ايه الخط بتاقتها مع محور واي في النيجاتيف. فاكريني الحتة دي. يبقى اذا السبب هنا في النيجاتيف انترست مع محور واي هو السبب ايه? ان انا هنا خرقت برر ايه? الريل فانترينج وانا ببروجيكت الاي او بتنبأ بالكوست بتاعتي. يبقى هل السبب هنا? هل the zero level of output is outside the relevant range? اه هي دي بقى. لان قالك هنا ان طالما انت خرقت برر الريل فانترينج يبقى السبب هنا ايه? ان انا دي لك تقطع ماينس مع محور وايه. طب هل the many outliers فيه شواس كتير جدا او نوع included in the data? طول ما هي جوه الريل فانترينج ما يطلعش تقطع بالماينس ابدا. انا ابروبريت كوست درايفر وز يوز لو في كوست درايفر غير مناسب هتلاقي النتيجة مش طلعة خط مستقيم طلعا موجه طلعا متلغبطة انما مش خط مستقيم ليه? لان ما فيش علاقة ما بين الكوست درايفر الين ابروبريت الغير مناسب ده مع الاندبندنت فاريبول. the cost does not exist best semi variable behavior الكوست اصلا ما بتمسلش semi variable behavior مش شرط على فكر لممكن يكون طالع منها جزء فاريبول وجزء فاكسيد وده مش دليل الماينس. انا عايز الدليل ورا الايه? ورا الماينس ليه? لان هو بيقولك the cause of negative term. السبب بتاع الجزء الايه? الماينس ده يبقى ان انا هنا خرجت outside الايه? الريفن ترينج يبقى الايجابة الصحيحة هي ايجابة رقم ايه? سؤال رقم اربعة وعشريين. a single product company يعني شركة بتنتج منتج واحد. use regression بتستعمل موضوع regression ده. to predicate one of its factory overhead عشان تتنبأ بالايه? factory overhead cost. with material used as independent variable. يبقى هنا هو بيستعمل الماتيريال كأنها ايه? independent. حلو يعني الاكس بتاعته هنا في المعادلة بتاعته هي الايه? هي الماتيريال. حلو اوي. the regression equation is as follow. بص regression هنا بتقول ايه? y بتساوي خمسمائة اتنين وربعين الف دي اللي هي الايه? او الجزء الفاكسيد. اما ده الجزء الايه? اللي هي صفر point صفر 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 اتنين خمسة تلاتة كل دي علامة عشرية مضروة في الاكس في الاخر. حلو اوي. based on the r square وتبقى ال r square اللي هي coefficient of determination. مالها بقى? management has determined that this module capital significant portion of relationship. يعني الموديل ده حلو جدا وبيقول لك ان لو حصل اي تغير في اكس هيحصل تغير شديد جدا فينها? في y. طبقا ليه? r square. حلو اوي. عايز يعرف بقى the behavior of this company's factory overhead cost. ال overhead cost هنا اللي هي الايه? ال y. عايز يعرف السلوك بتاع ال y هنا. with respect to units of finished goods produced. طبقا لل finished goods اللي هي ايه? حينتجها في الاخر. السؤال بوساطة جديدة او البلدي كده. الراجل ده عنده الجزء الفاكسيد اللي هي الفاكسيد overhead 542 الف. وعنده الماتيريا الكوست اللي هي الاكس. وعايز يعرف ال unit of finished product في الاخر اللي هي ال y او cost of finished product. هتتأثر بتغير ال x ولا مش هتتغير بتغير بتغير تغير تغير وال x. ولو ما تأثرتش بتغيره ال x. طب ما كده ال overhead ده هيكون ايه? fixed. صح? ليه? تغير ما تغير في المتاريال الكوست تأثيرها ثابت على finished product. يبقى ده يعتبر ايه? fixed overhead. اعرف هزي. بص كده ركز. شايف كمية الاصفار الرهيبة دي. لو حرق خدت معاني كده كمية الاصفار الرهيبة دي كده. وروحنا شوفناها هنا كده على ايه? على اكسل اه. بص عاملة ازاي? اصلا طلع صفر. بص 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 بص. انت عارف ده معناه ايه? ده معناه ان لو حضرتك جيت هنا مسلا كده. حطيت هنا الجزء بتاعك اللي هي خمسمائة اتنين واربعين الف خمسمائة اتنين واربعين الف. حلو? المفروض ان بتاعتنا سيبك مدات القديمة دي بتاعت مسألة دي. المفروض ان بتاعتنا كده اهي. تساوي ايه? خمسمائة اتنين واربعين الف اللي هما الجزء في بي في اكس. شايف دي كده? دي البي. شايف كمية الاصفار هي اصلا بتصنع الصفر. حطيلي كده جنبها اي رقم اكس تتخيله. وليكن الف مسلا. فققيت انا هو. قلت في الف. عارف هتطلع ايه? هتطلع صفر برضو. انت متخيل هنا التغير ايه? صفر. فهتيجي تطلع قيمة واي هتقول كده زيت كده بص. اصلا مش بينة. اللي هي الايه? التلاتة من مية دي. فعايز اقولك ان انت بسبب الاصفار الكتير دي. مهما تغير في الاكس هتطلع قيمتها برضو في الاخر ايه? صفر. طب وبعدين شايف النتج بعدها? هو هو النتج قبلها. ها? فبالتالي يعتبر ايه? يعتبر يبقى في الحالة دي. زبهي فيا. الجزء فيه ضئيل جدا 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 بص ضئيل ازاي? صفر 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 من ايه? من عشر تلاف مسلا على حاجة. يبقى مهما تغير هتطلع برضو النتج ايه? خمسمية اتنين واربعين الف. بص كده لو مش مصدقني. تعال اغير هنا كده مسلا خلي الالف دي عشر تلاف. بص برضو اقل من واحد صحيح. فانت بتعمل ان انت ايه? وهو ان الجزء الفيكس دي الايه? ما تغيرش برضو. يبقى ازا ده يميل لان هو يبقى فيكسد كوست. يبقى الايجابة الصحيحة ايجابة رقم ايه? سؤال رقم خمسة وعشرين. في سؤال خمسة وعشرين بيقول ايه? يعني اه ده رجل ريتيل شغال على مستوى او مستوى البلد اللي هو فيها. اه ميترس ديت اللي هي الايه? المفروشات بقى المراتب والمليايات والحاجات المفروشة يعني وكده. فرم والبيجان سيلنج اهاي اند كريب ميترس كريب اللي هي السرير الزغيرة بتحصل الاتفار بتبيع ايه? ايه? إيه كريب متر ناكستير عايزة تعمل مبيعات حلو جدا في الايه? في الهاي اند كريب ميترز اللي هي السرير اللي من نوع معين يعني. ملاش دعوة. الإدارة بتاعة هم بليف ان بتعتقد اني مباتاتهم المنطج ده. والبي دريفن هتتقصر بايه? بشكل اساسي باي ايه ها بيرث ريت معدل ايه الموليد ليه لان لما يجي لك بيبي تقوم جايب له سرير هاي اند بتاعته عليا علشان الولد ما يقعش من ع السرير صحي كده ماشي فان ما بيعبت عليتهم هتتأثر بايه بالهاي بالايه بالبيرث ريت بمعدل الموليد الجديدة بات ويل بي انفلوينسد وهتتأثر بايه ها تو ليزر اكستينت باي انكم ليفل وهتتأثر برضو بايه بمعدل الدخل الدخل بشكل ايه اقل او مدى اقل للدخل يعني الدخل بتاع الناس ايه المرتبات اللي بيبضوها مستوى دخل المواطنين يعني يعني بالاخر كده المبيعات بتاعت حضرتك بتتأثر باتنين فاكتور ايه هما الاتنين فاكتور معدل الموليد ومستوى الدخل بتاع الناس او الى اي مدى اقل دخل للناس موجود انا دلوقتي عايز طريقة او اتنبأ بيها بالسيلز بتاع السنة اللي جاية يعني او باستخدام ايه يبقى في الحالة دي انا محتاج لايه لان سيمبل ريجليشن هياخد واحد بس اللي هو يا اما معدل الموليد يا اما اللي هو مستوى داخل الناس اما يقدر ياخد لك الاتنين مع بعض في واحدة يبقى ازا الاجابة الصحيحة هنا ايجابة رقم سي لان الديبندنت فاريابل بتاع اللي هو السيلز بيتغير او بيتأثر باتنين الديبندنت فاريابل اللي هما البرتفريت معدل الموليد والايه والانكمل فالي با الاجابة الصحيحة ايجابة رقم سي مع التبوريجليشن. سؤال رقم ستة وعشرين. في سؤال رقم ستة وعشرين بيقول ايه? شركة تنظيف بتشتغل في النظافة عايزة ايه تعمل لتنظيف واحد مكتب او مكتب واحد يعني. ايه شاف عدد الساعات اللي بتستخدم في اكتر من اوفيس. وربطها بايه? بالتوتال كوست. التوتال كوست بقى بتاعته اللي هي الايه? الاجر العمل اللي بينظف والسابلايز الحاجات الادوات اللي بيستعملها والنقل والانتقال. فور ايتش اوفيس كلين دل كل مكتب هيروحو ينظفوه. شايف الانفورميشن الزريفة ازاي? بص بتقول لك ايه? واي بتساوي اذا بص جاب لك الايه الناحية التانية احنا فاهمين مش حافظين. انا انا ممكن اقول لك واي بتساوي بي اكس بلاس ايه? هتفرق? لا طبعا. فاجاب لك الايه هنا اللي هي الجزء الفيكسد. وادي بيه هنا اللي هي خمسة وعشرين. وحط له انت اي اكس بقى يقول لك الواي بكام. ماشي. واي هي التوتال كوست اوف كليين ان اوفيس اللي هو الانديبنتانت ويكس هو الانديبنتانت. ازا اور بانت ان كليننج ايه? اوفيس. لو اشتغلت اوارز اكتر الكوست تزيد معك اكتر. كلام جميل. ماشي. هنا وات ايز سا بست ديسكريبشن ايه? هنا افضل وصف توصف بي الايه الكوست اوف كلييننج اوفيس بسدوا ان ذا ركتشن اناليسيست. هلنقرب. زا كوست از مية بر اور تو كلين مية يعني عايز يقول لك خمسة وعشرين في ساعة واحدة بخمسة وعشرين بلاس خمسة وسبعين تبقى واحد دولار غلط ليه لانا عندك جزء شاف الجزء ده هيتغير هيفضل ثابت انقاسي في الجزء ده هيفضل ثابت فلو حارك حطط لي هنا كده ساعتين هتقول ساعتين في خمسة وعشرين بخمسين بلاس خمسة وسبعين يبقى مية خمسة وعشرين صح طب كده التاعت الساعتين مية خمسة وعشرية تبقى الكوست بتاع تسعمية ما ينفعش لان الجزء ده ثابت او الخمسة وسبعين دي ثابت ماشي بي زير از خمسة وعشرين دولار اوف فكسد كوست اندي خمسة وسبعين فاريبل كوست بر اوار اعكس لا في خمسة وسبعين فكسد كوست وخمسة وعشرين ايه فاريبل بر اوار يبقى ديه غلط ماشي زير ازة خمسة وعشرين اوف فاريبل كوست بر اوار او في خمسة وعشرين بالايه بال الاكس الواحدة اللي هي الاورز. ماشي. ان خمسة وسبعين وخمسة وسبعين صح. يبايز ان اجابة رقمسية هي الاجابة الايه? الصحيحة. بص كده دي. ازا كوست خمسة وعشرين دولار ده ده البريابل بس. كان مفروض تقولي ان ما هو مقلش. يبايز ان الاجابة رقمسية هي الاجابة الايه? الصح. نروح نشوف سؤال رقم سبع وعشرين عايز ايه. سؤال سبع وعشرين بيقول اكمبني يوز اريجريشن اناليسز. ان ويتش مانثلي ادفورتايزنج اكسبنس اريوز دي توب بريديجيت بريديجيت مانثلي بروتاكتسلز. هي الشركة دي بتشتغل بريديجيشن اناليسز. علشان تستخدم الادفورتايزنج اكسبنس في النهيه تريديجيت او تتنبأ بحجم المبيعات. ماشي. بوث ان مليونز اوف دولار. اللي اتنين بالارقام بالمليون يعني. زي ريزل تشوه النتيجة بيينت لنا ايه بقى? اريجريشن كوفيشن تو اوف زي اندبندنت باريبل تو اكوال ايه تمانية من عشرة. زيز كوفيشن تفاليو انديكيت احنا عارفين ان المعادلة بتاعتنا اللي هي عوائي بتساوي اي بلاس بي اكس صحي كده? ان الاي ده الجزء بينما البي هي صحي كده? فهي هنا بيقول لك الاي بيقول لك هي كام? تمانية من عشرة. يبقى يقصد هنا كده ان الايه? ان البي بي كام? بتمانية من عشرة. ماشي. فده معناه ايه? هل معناه ان في المتوسط كده? ان تمانية من عشرة? كلام صحيح. ليه بقى? لان كل ما هتزود هنا اا واحد اكس. الواحد اكس ده هيتضرب في الايه? في التمانية من عشرة دي. صحي كده? وبالتالي يبقى كل نتج عنه ايه? تمانية من عشرة يبقى ازا اجابة رقم ايه? اجابة صحيحة. تعال كده بصي بيه ان التنبؤ باستخدام الدعية والاعلان مش حاجة جيدة ان انا اتنبأ بيها في السيلز? لا طبعا ده حاجة جيدة جدا. ده تمانية من عشرة يا راجل ده مقرب على الواحد الصحيح. يعني علاقة قوية جدا. فمتقوليش ان الكوفيشنت is so small. لا طبعا. هنا كبير الكوفيشنت هنا كبير قوي بتاع مقرب من واحد من عشرة. انا مش هقدر اقولك كام? الا لما تقولي الادفورتايزنج كام? فانا مش هقدر اعتمد لتمنمائة الف دي. ازا افريج مانتري او ادفورتايزنج اكس من ديتشار ازا انا اف تمنمائة الف? انت قولي التمنمائة الف وانا اقولك هتدي لك سيلز كام? انما ماينفعش تفرض علي التمنمائة الف دي. لبا ازا من الواضح هنا ببساطة جديدة ان اي ادفورتايزنج هينتج عنه تمانية من سلزيب الإجابة الصحيحة. إجابة رقم ايه؟ نروح لسؤال رقم تمانية وعشرين. في سؤال تمانية وعشرين بيقول ايه؟ شركة شغالة في البيوتكنولوجي عايزة تتنبأ بنفقات أو نفقات السيانة للمعدات المعامل اللي موجودة في الشركة. الشركة دي فيها معامل ومعامل فيها آلات ومعدات بتعمل لها وبيستعملوا الآلات والمعدات دي في الأبحاث والتطوير. ماشي. راح عمل للباست بتاعت المنترنس لكم سنة اللي فيه. المحاسب هنا هيقدر يحدد مصروفات السيانة المستقبلية للآلات والمعدات بتاعت المعامل can be expressed by the following simple regression. Y بتساوي A اللي هي عشرين ألف بلاس B اللي هي خمسين دولار في X. The variable X is the number of hours the liberty equipment has been in service. يبقى الـ X هنا هي عدد الساعات اللي الآلات والمعدات دي شغالة فيها. تشتغل ساعات أكتر تصرف كوستصيانة أكتر. شوف المعادلة بريئة ازاي وحلو. في السنة اللي فاتت زافر يبقى الـ X was determined to be 4500 hours. السنة اللي فاتت كانت X دي 4500. If the accountant is projecting. إذا لو محاسب بيتنبأ بأن X السنة دي والبي خمس تلاف hours the next year. يعني السنة الجاية اللي هو بيتنبأ لها X هتبقى خمس تلاف hours. How much should the accountant project the next year? طب ما سهل قوي. حط الخمس تلاف دي مكان الـ X وطلع الـ cost. دي هي كمية؟ تعال نشوف. A المعادلة بتاعتنا ما هي بيساوي A plus B X. A هنا اللي هي جزء الفاكسة كم عشرين ألف. وبي بكام بخمسين دولار. واكس بكام بخمس دلاف. اهو A بكام بعشرين ألف. حلو. وبي بكام بخمسين دولار في X بكام. حط لك هنا اكسب كام بخمس تلاف دولار في خمس تلاف. بس يعني يطلع الاجابة على طول كام? متين وسبعين ألف اجابة رقم دي. سهلة. يبقى ازا الاجابة الصحيحة هنا اجابة رقم دي. سؤال رقم تسعة وعشرين. شركة بتشتغل في الإلكترونيات. عشان نتنبع بالمبعات الربعي سانوية. يعني الموديل اللي هم عملوا. بيقول لك ان فيه علاقة ما بين المبيعات وما بين الماركتنج التسويق. هتعمل تسويق اكتر هتبيع اكتر. ماشي. ازا المعادلة ازا بتساوي تلاتة ام في مية وخمسين الف. طبعا واضحة جدا ان ازا دي هي الواي هي الديبندنت. وتلاتة ديت هي البي مش ال اي دي البي. مضروبه في ال اكس اللي هي الماركتنج. وقادي مية وخمسين الف اللي هي الاي او التقاطع بتاع ماهو روية عن الفيكسد كوست او الفيكسد بورشن وفي سيلز. ازا هي السيلز وام هي الدولار اماوت سبيند اور ماركتنج. السؤال هنا بقى. افزا كامباني هاس فوركاستل ان هي عايزة تبيع سيلز بمية تسعة وتمانين الف فور زانيكست كوارتر. يبقى اوه تاماوت اس بلاننج توزبيند اور ماركتنج. اه ان زانيكست كوارتر. اصرف ماركتنج كام عشان اعمل سيلز بمية تسعة وتمانين الف. تعال كده نشوف اهو. المعادلة بتاعتنا وي بتساوي ا بلاس بي اكس. حلو كده اهي. وي بتساوي اي بلاس اهو. وي بتساوي اي بلاس بي اكس. صحي كده? مش دي المعادلة بتاعتنا? ماشي. وي بكام? هو بيقولك وي هنا السيلز انا عايزة بيع مبيعات بكام بمية تسعة وتمانين الف. حلو. ايه هنا بكام يا جماعة? ايه هنا بمية وخمسين الف? انت معك مية وخمسين الف جاهزين هتبيعهم من غير حاجة. كويس? بعد كده اكس هنا بكام? مش عارف ما دي اللي انا بدور عليها. طب البيب كام? البيب تلاتة. صح? يبقى ازا انا هقولك ايه? تلاتة اكس. بس. طلع لقمة الاكس يا عامة تلاقي موضوع سهل قوي. حضرتك هتعمل ايه? هتقوم منزل التلاتة اكس كده زي ما هي. وبعدين قبل ليسوي هتقوم دي المية وخمسين الف انطلعها باشارة عكسية برا. فهتقول مية تسعة وتمانين الف. ناقص الايه? المية وخمسين الف. تطلع لك كام تسعة وتلاتين الف. صح? يبقى ازا هنا اكس بتساوي ايه? اكس بتساوي اه تسعة وتلاتين الف. على. التلاتة. يبقى اكس بكام بتلاتتاشر الف. يبقى حضرتك. لو صرفت ماركتنج بتلاتتاشر الف وتقدر تحقق المبيعات ومكام مية تسعة وتمانين الف. زي ما انت شايف كده نفس المعادلة بتاعتنا بس المرة دي ادالك الواي وطلب منك الاكس. كلام صحيح لظريف مفروش مشكلة. الاجابة الصحيح هي اجاب رقم ايه? اصرف تلاتتاشر الف ماركتنج علشان احقق سيلز بكام بمية تسعة وتمانين الف. اعتقد موضوع والقصة بتاعت موضوع سهل قوي قوي. يعني انا شايف الاسئلة كلها بتدور حوالين. تلات حاجات. المعادلة بتاعتنا ي بتساوي ايه بلاس بي اكس. نفهمها انا اقدر نحلي كويس جدا. او النسبة بتاعته بتتروح من ايه اللي بيقولك ادي ايه في الاندبندتت الواريابل هيحصله في او هي او ايه لو انت فاهم التلاتة دول كويس جدا هتقدر تحل ايه مسألة على الكوروليشان بسهولة. اتمنى تكون المحاضرة ما كانتش طويلة بس كان لازم نخلص الاسئلة بتاعته كلها مرة واحدة واشوفكم على خير ان شاء الله في الجزء الخاص بعد كده بقى بالايه الجزء الخاص بتاعي ونتقابل على خير والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته